سلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معاني يا شباب في الحلقة هذه سنتكلم عن كيفية حل مشكلة جميع المشاكل اللي تواجه الدرايفرات الخاصة في كرت الشاشة عن طريق استخدام برامج واحد من افضل برامج اللي يقوم بمسح جميع الدرايفرات اللي تخص كرت الشاشة البرامج هذا اللي بيسأل ويقول شو الاسباب اللي نستخدم فيه البرامج هذا لعدة اسباب السبب الاول اذا كان عندك مشكلة في الدرايفرات الخاصة بكرت الشاشة الخاصة بك الثنين اذا كنت تريد انك ترقي من كرت شاشة لكرت شاشة اخر جديد او انك تحول من كرت شاشة انفيديا الى كرت شاشة اي ام دي او اي كرت من انواع الكروت والشيء الثالث في حال انك قمت بعمل تحديث لكرت الشاشة اللي عندك عدة مرات او اكثر عن خمس مرات فكثرة التحديثات هذه تأدي الى عدوث مشاكل في الدرايفرات الخاصة في كرت الشاشة اللي عندك في حال انك ما استخدمت البرامج هذا في فترة من الفترات فان صحك انك تستخدمها الان لان كثرة الدرايفرات وانك في حال انك ما قمت بمسح الدرايفرات بشكل كامل يأثر على ايضا الاف بي اس عندك وعلى سلاسة اللعب فشوه البرامج هذا وكيفية استخدامه بحط للكم الموقع اللي بنزل منه البرامج الموقع اللي هو بيكون امامكم هذا هو الموقع واحد من افضل البرامج هذا يا شباب اللي يستخدم في مسح التعريفات والدرايفرات الخاصة في كروت الشاشة وبعد ما تدخلون على الموقع هذا تختارون اللي هو الخيار اللي امامكم اللي هو اصدار 18.8 اللي هو اخر اصدار لان البرامج هذا بين كل فترة وفترة يتم تحديثه فانت اختار الاصدار الاخير واضغط عليه وبعد ما ضغط عليه لك اختار على يعني تضغط للتحميل والدعم لكن اللي عنده يعني مقدر على الدعم يدعم واللي ما عنده فراح يتحمل عنده البرامج هذا بشكل مجاني بعد ما تقوم بتحميل البرامج عندك على جهاز الكمبيوتر عندك بطريق صيغة الملف المضغوط قم بتنصيبه على جهاز الكمبيوتر ما بتكلم عن كيفية تنصيب البرامج عمليه تنصيب البرامج واضحة لجميع بعد ما تقوموا بتنصيب البرامج عندكم على السطح المكتب يا شباب البرامج هذا ما تقدرون تستخدمونه او ما راح تقدرون تستخدمونه لكن ما راح يعطيكم الاداء اللي مفروض لكم تستخدمونه يجب استخدام البرامج هذا على ما تستخدمه عندك في الوضع العادي يجب عليك انك تستخدمه في وضع السيف مود. في حد يسألني كيف اروح على السيف مود. تروح على السيرتش عندك ومن السيرتش تكتب رن. وتكتب في الرن ام اس كون فيج. بعدها تضغط انتر. وبالطريقة هذه راح تدخل على السيستم كوميجريشن. بعدها تضغط على خيار البوت. بعد ما تدخل تضغط على خيار البوت. تضغط على خيار السيف بوت. بعدها ابلاي. اوكي. الخطوة هذه يا شباب انا ما اقدر اني اتبعها معاكم. ليش? لاني اذا تضغط على ابلاي اوكي. راح ادخل على السيف مود. بعد عملية اغلاق جهاز الكمبيوتر. لازم تقوم بعمل اغلاق اغلاق الجهاز الكمبيوتر. وراح يدخلك على السيف مود. راح تشوف عندك الشاشة تغيرت. راح تشوف الايقونات كبرت. وضوح الشاشة عندك ايضا. اصبح مش واضح. وبتشوف عندك الكلام في الاسفل وفي الاعلى السيف مود. بعد ما تدخل على السيف مود. روح على الموقع اللي قمت بتحميل البرامج فيه وضغط عليها. رايت تكليك. الرن از ادبونستريتر. راح يشتغل عندك البرامج. البرامج راح يشتغل عندك بالطريقة اللي تلاحظونها امامكم. هذا هو البرامج. بعدها تختار الخيارات اللي هو بيكون الاوديو. وتختار ريل توك. وتختار الخيار اللي هو كلين ان دو نوت ريستار. تضغط عليه مرة. وبعدها بيمسح جميع الامور اللي تخص الكرت الصوت عندك. وبعدها تضغط عليه مرة ثانية حتى تتأكد. وبعدها تختار في الاوديو. في نفس خارنة اوديو تختار على كلمة ساوند بلاستر. وايضا تضغط على خيار كلين ان دو نوت ريستارت. ايضا مرتين. تتأكد انك تضغط مرتين على نفس الخيار يا شباب. حتى البرامج يمسح يعني بنسبة مئة في المئة. وبعدها نروح على خيار الجي بيو. ايضا بعدها في حدد خيارات في خيار الجي بيو. اللي هي انفي تيا ايم دي و انتل. نضغط على ايم في دي وايضا نختار كلين ان دونات ريستارت مرتين. نتأكد. نحن نضغط عليه المرتين. يا شباب. حتى نمسح جميع التعريفات اللي تخص انفي دي وايضا نختار على ايم دي ونضغط على كلين ان دو نوت ريستارت ايضا مرتين. وبعدها انتل. وبالطريقة هذي انتم مسحت جميع التعريفات اللي عندكم في جهاز الكمبيوتر على وضعية może مهم جدا يا شباب وراح تمسح جميع الامور اللي تخصت تعريفات الخاصة في كرت الشاشة الموجود عندك سواء كان من AMD او Nvidia او شو ما يكون نوع عندك كرت الشاشة وراح يحلك جميع الامور اللي تتعلق في درايفرات الخاصة في كرت الشاشة الموجود معاك بعد ما قمت بمسح جميع الامور هذي اللي تخص كارت الشاشة عندك في وضع السيف مود يا شباب اريد اتكرر في موضع السيف مود مش الوضع العادي اللي انا فيه الان يجب عليك انك تروح على وضع السيف مود ايضا ترجع لنفس الخيار بعد ما قمت بالمسح تكتب رن وبعد ما تكتب رن تكتب ايضا في خانة الرن او تكتب في خانة الرن نعم تكتب ام اس مرة ثانية وتضغط اوكي وترجع للبوت وتشيل علامة الصح اذا كانت موجودة اذا كانت موجودة عندك علامة الصح على السيف مود تشيلها اذا ما كانت موجودة خلها مش موجودة بعدها تضغط على ابل اي اوكي اعد تشغيل جهاز الكمبيوتر عندك وروح تدخل على الوضع العادي بعد ما تدخل تدخل على الوضع العادي انت الان راح تشوف الامور تغيرت عندك ما راح تشوف الشاشة مثل ما كانت سابقا لانا الان جهازك ما فيه اي درايفر او ما يقدر يقرأ اللي هو كرت الشاشة الخاص فيك ما عندك اي مشكلة لانا في احتمالين يا ان جهاز الكمبيوتر بيحمل عندك تعريفات الخاصة بكرت الشاشة عندك او تقوم بتحميلها بالطريقة اليدوية كيفية تحميل الدرايفرات الخاصة بكرت الشاشة عندك تروح على الموقع اللي بحطه امامكم الان سواء كان نوع كرت الشاشة عندك من انفيديا او كان نوع كرت الشاشة عندك من ام دي اذا كان نوع كرت الشاشة عندك من انفيديا فهذا الموقع اللي راح تنزل من التعريفات الخاصة في كرت الشاشة اللي عندك اول شي تروح على الخيار الاول تختار نوع كرت الشاشة عندك اذا كان من نوع تايتن او او اذا كان من نوع جيفورس غالبية كروشت الشاشة تكون من جيفورس اللي الالفين والالف والتسعمية بعدها تختار شو نوع كارت الشاشة عندك إذا كان من الالفين اللي هو الكروت الجديدة عبم الافين الفين وستين الفين وسبعين الفين وثمانين الفين وثمانين within تيتاي فتختار اللي هو الارتي اكس الفين النوع النوتوب او إذا كان عندك رابتوب فتختار النوت بوك إذا كان عندك جهاز بي سي Warrior هو ديسك توب تختار بدون النوتبوك واذا عندك كروت الالف الف وثمانين الف سبعين الف وستين الف وثمانين تي ايو الف وثمانين فتختار اللي هو الجي فورس تن نوع كرت الشاشة عندي اللي هو الالف وثمانين نوع اصدار الجهاز عنديه الاربع وستين بت وباقي الامور تخليها نفس ما هي اللي هو الستاندرد داونلود تايب واللانجويتش انجليش او على حسب اللغة اللي عندك تناسبك فتنزل اللغة اللي تناسبك غالبا الانجليزي هي للجميع بعدها تضغط على سيرتش وبعد ما تضغط على سيرتش تضغط على داونلود وبعدها راح يتعمل يتحمل عندك اخر اصدار لكارت الشاشة الخاص فيك من شركة اما اذا كان عندك نوع كرت الشاشة من اي ام دي فتدخل على الموقع الخاص فيه ميضون بحط لكم في تختار اللي هو نوع كرت الشاشة شو اللي عندك وبعدها تضغط على زنبث وراح يتم تحميل كرت او تعريفات كرت الشاشة في موقع اي ام دي ما انا الان حملت التعريفات الخاصة في كرت شاشة ان فيديا عندي بعد تضغط على اوكي وراح يقوم بتحميل جميع التعريفات اللي تخص كرت الشاشة عندك من ان فيديا وبالطريقة هذي نحنا حلينا الان جميع الامور اللي تخص التعريفات الخاصة في ان فيديا وبالطريقة هذي ايضا راح تحل المشاكل عندكم اللي خاصة بالتعريفات والدرايفرات في كرت الشاشة عندكم بالطريقة هذه ايضا حملتوا انتم اخر تعريف من شركة انفيديا اللي عندها اي سؤال او استفسار يا شباب يكتب لنا في وصف الفيديو في حلقة ثانية ان شاء الله بعد الحلقة هذه راح ايضا نتكلم عن شو هي الامور اللي مفروض نحن نحملها حتى تشتغل عندنا التطبيقات وايضا الالعاب بشكل سلس وشو هي الباكيجات اللي المفروض نحن نزلها بعد ما نزلنا التعريفات الخاصة في كرت الشاشة وبجدها ايضا نحن وصلنا يا شباب لنهاية الفيديو لا تنسونا في اللايك والسبسكرايب والشير وايضا تفعيل جرس وفي امان الله